موقف من اول ما جيته اللجنة كان موقف عصيب وخليكم في اجتماعات مستمرة وقلت هم الزمالك فيه وكان لازم تنهوه بسرعة فائقة من اول ما توليته حتى الان موقف يعني لا تنساه صعب لا تنساه وصلا ان الملف كله صعب ومعرف ما بتلاقي الحاجات كلها صعبة ومش عارف تروح لاني واحد فيهم تقوله يعني الملفات كلها صعبة ولكن الملفات اللي يمكن هي طبعا التجديد اللي عاديين ده من ضمن الملفات المهمة جدا اللي برضو في الاول اللي عايزين ننجزها بسرعة ففي اجتماعات مستمرة عليها وكابت الحسين مركز فيها جدا فيه الملف الخاص بقضايا اللي علينا برضو بره ده ملف مهم جدا ايه في القضايا دي يا صدر ناصر وخاصة مع الفيفا يعني ما ينفعش نوزر يعني انت لو تأخرت عن حضور جلسة عليه الغرامة قدي كده ويحسب قضايا ضدك بمبلغ وقدره فالامور دي كلها كانت من ضمن المشاكل اللي كانت محتاجة تركيز كبير الملف الخاص بالعضويات وده قضي ملف يعني عايز ناخد كده خمسة عالة لست قلتها اسألك فيه اه من ملفات برضو مهمة لان العضويات في نادي الزمالك ركيزة اساسية في موارد النادي المالية اه اه ووردو استنادا للواحل حالية بدأنا نطلع بعض الامور وممكن عضو النادي يستفيد منها بدأنا نفعلها فالملفات كلها ملفات تعتبر ملفات اه يعني اه شائكة عايزة مجهود عايزة وقت فان شاء الله نمشين فيها بشكل معقول وان شاء الله تنتهي بناجحات فيها يعني اه اه منف العضوية اه قمن الناس لان فيه حاجات خاصة بالعضوية المستثناء ومشاكل كانت في العضوية اه في لجنة مختصة بدراسة هذا الموضوع اه كمان بعض الناس اللي كانت عضويتهم موقوفة عن اه جارب نظر فيها اه ده اسئلة جاية لسه دلوقتي اه صحيح هو طبعا اه اللاجنة العضوية انا بشرف بوجودي في اللاجنة ديت يعني مسؤول عنها لان اه 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 احنا رقم واحد بنشوف فعلا الملفات الحالية اللي هي التجديد للعضويات الجديدة اه اه وده ملف مهم جدا التجديد في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بدأ من واحد سبعة واحنا بديين فرصة شهرين عشان بعد كده يبقى فيه غرامات اه فاحنا بعناية دلوقتي كل عضوية الجامعين عامية بالتصارى عشان اه عشان اولا يعني ده الالتزام على عضو الجامعين عامية لازم يافي بيه تجاه النادي عشان النادي حاليا محتاج هذا الالتزام وفي نفس الوقت انه ايش فيه غرامات لاحقة عملنا حاجة مهمة جدا يا عصد عبد الناصر اه عملنا موبايل ابليكيشن اه وده استمرار الاتفاق اللي تم مع اللجنة الصادقة عملنا موبايل ابليكيشن دي للتسهيل على الاعضاء الدفع الالكتروني فبدل ما تيجي لغاية نزل زمالك عشان تدفع قيمة اشتراكك لا بتجدد وانت قاعد في البيت فده بيسهل جدا عليك برضو اه من ضمن الحاجات اللي انها بفيه بعض الاعضويات عليها اقصات كتيرة شوية او كبيرة شوية الاعضاء اه تقدموا بطلب لتخفيف الاقصات دي شوية القانون والليحة بيمنحك سنة حد اقصى انك انت ممكن لو حد متأخرات تقصتله حد اقصى سنة اه احنا احنا قولها عملنا تيسيرا لل ان لو خدتوا قرار مجلس ادارة اه احنا عملنا احنا عاوزين نيسر على الناس بر اه وفنفس الوقت حوال نادي ما انفردش فيها هنا يحصل الميزان المهم وميزة ثالثة انك انت الناس دي تستحق لان ده حقها وتنمية موارد من عايز قولك ده حق النادي في موارده ده قوزة كبير جدا من تنمية موارد النادي الاعضويات في العالم كله خلي بالك اه بالضبط اه يعني الناس تكون لهم واحد يعني في الموارد في المصر بالتحديد اه لان انت قديت مؤسسات موردها الملياري الرقم الضخم بيجي من الاعضويات ولذلك انت مستقبل الزمالك كله في 6 اكتوبر اه فاحنا بن يصر عملنا حاجة تقسيط لمدة 4 اقصات اه 4 اشهر اقصات متساوية اه يعني مثلا انا عليها 40 الف دلوقتي كل شهر 10 كل شهر 10 تلاف طيب فيه ناس باقولك طيب المبلغ ما نستطيعش ان قصته على 4 اقصات بس ده اللي النادي عمله عملنا حاجة اضافية عملنا اه تعاقد مع بنك مع بنك مع بنك الاهلي اخد كاش ويصر براحتك اخد كاش بعايز 6 شهور عايز سنة عايز اتنين براحتك بقى اه تدفع فوقي اعمل اتعمله صح عسب بقى قدرتك بقى بالزبط فده برضو تيسين على الناس وحفاظا على حقوق النادية اه لقينا في ملف العضويات واحنا بنشوف في بعض الارقام اللي سخطت عضويتها وانها ارقام متميزة جدا من افضل القرارات اللي انتو خدتوها انك تعيد طرحها الف السوق بالزبط ثلاث ثلاثات خمس شمسات هايو اه الله نور عليك اه لانه ارقام حيئة ومسلا الف سنة وحداشة تاريخ انشان الاززمال اه ساعتاشر تساعتاشر تلت 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 تلتات مسلا ممكن ده الف سنة وحدك اللي تحط فيه مليون جنيه ده 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 رقم مميز جدا جدا اه 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 فحي الفكرة اه طلعت الحمد لله وكل اللي اوجب بيها في اللجنة وبدأنا نشوف اجراءاتها ايه لان برو احنا اي رقمنا اتاخذه لاجب برو احنا نشوف قانونيات وايه حتى ببش حاجة توقفنا بعد كده فيه فاحنا حالين في المراحل الاخيرة من قانونيات هذه الفكرة بعد كده هنتراحها بالفعل في المزايدة العلانية وعايزين بقى هنا اه كل محيط بينادي الزمالك يقبلوا والخليج بقى للمحيط يعني مش بس في مصر لا ده حتى في الخليج يشوف الارقام المميزة بالنسبة لهم ويقبلوا او يقبلوا عليها ده موضوع مهم جدا يعني اه دي كلها خطوات احنا بنقولها عشان نليح اعضاء ناتز زمالك ونضر داخل اخر لنادي الزمالك النقطة الاخيرة في الملف ده هو نقطة مهمة جدا 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 في موقع تحيا مصر، اللي هو الموقع السياسي الرياضي فقوة تحيا مصر موقع سياسي في الاساس طبعا هو الموقع البرلماني الاول في مصر وانا كان لياها اي شرف من راجدتي هنا شفت خوارك بس كنت كعدو لجنة التعريم بالضفط اه اه كان شكل اخر يعني كنت قعد مكانك على الفترة اه اه شفت الحلقة ايوه فالنقطة المهمة دي اللي هي واعطاكم الناس في كي تلونكم اني تسألوا فيها ضريبة القيمة المضافة على عضويات نادي الزمالك اه اه ضريبة القيمة المضافة العدو اللي اشترك في نادي الزمالك من بعد او في اخر 2016 هيلاقي مفروضة عليها ذاية ضريبة ومطلبين احنا ديها دلوقتي في 2020 او 2021 ففي ناس منزعجة ازاي تطلب مني دلوقتي قريبة جت لبعض الزمالكوية في السعودية والكويت بعتوني وقال ازاي انت عيدت ندفع من 2016 اه وانا ايه زنبي ان ما تحصلتش مني بالضبط وانا متفق معاهم على الرأي دو ولكن عاز احكي القصة دي عشان انا استفهم احنا بنعمل ايه وازاي نحل المشكلة او نخرج منها باقل واعتقد ان عيب في دور برلماني ليك لان الموضوع هيقود تدخل وزير المالية شخصيا صحيح واحنا بالفعل قمنا بيه وتدخلنا وعننا اللقاء قريب جدا مع معالي وزير المالية رايب جدا يعني وجبه التحقيق وهو رايب النشيط جدا جدا وحريص جدا نقول محمد معيط من الناس الافواد اه من الناس الجميع اه الدريبة دي يا صد الناصر نزدت في قانون 2016 اه سبتمبر 2016 كان نزل باند فيه حاجة اسمها السلع والخدمات المعفاة من الضريبة اه وبحكم الدستور لا ضريبة الا بنص ولا يعفاء الا بنص اه فعشان كده الاندياء مطلبتش بعدها بسنه الدرائب قارس بالصف ضرائب قأت لا ده الدريبة دي عليكوا انكم تحصروها لمصلحة الدرائب اه ليه لان احنا ما نقصطش التجديد السنوي اللي معفي منقصد قصد التجديد السنوي بس هو اللي معفي اه يعني التجديد السنوي ومن راح يجدد اشتراكي هو ده بس اللي معفي لكن الاشتراك لا اول مرة في النادي لا مش معفي احنا قلنا لا اللفظ ما بيعبرش عن كده بصراحة فحصل لغط فروحنا لما تسمى بلجنة الفتوى في مجلس الدول التابعة للأسل الجمهورية لجنة الفتوى بعد سنتين يعني عشرين عشرين سنين يعني عشرين عشرين أقرت بإن لا فعلا هذه الضريبة يجب دفعها على قيمة الاشتراك على قيمة الاشتراك بالفعل فإحنا لقينا نفسنا مضطرين دلوقتي لندحق الدولة برضو فطب لو ما عملناش الكلام ده مخالفة على النادي وعلي غرامة يبقى عضو النادي هو اللي يدفعها بغرامة فإحنا حاليا في محاولة لإنهاء هذا الجدل وتأسيط المبلغ ثلاث حاجات بقى عشان ندفع المبلغ بنقصته بالفعل المبلغ بسطة جدا شهرية ده رقم واحد رقم اتنين دورنا النيابي إن إحنا حاليا متقدمين بطلبات إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية في هذا الملف وقمنا فعلا بالحوار ده من حوالي أعتقد أسبوعين وكان معانا في لامنة الخطة والموازنة الزميل الفاضل الناب طارق السعيد رئيس نادي السنة والزميل الفاضل الناب طارق السيد رئيس نادي الأولمبي صح وهينضم لينا آخرين برضو المصري والأهلي تمام الأهلي في الأستاذ الجرحي والمصري محمد جمال الجرحي بالنسبة للنادي الأهلي وفي في المصري كذا حد وفيه الوبرس كمان فإحنا كل دول هينضموا معانا وفي عندها من الخارج نادي الحداءة الأهرام مثلا يمكن من أول عندها المهندس محمد نافع رئيس النادي وصديق العزيز من أول الناس اللي كلموني في الموضوع داخل المشكلة دي وبوجود سيادة الناب محمد سلطان وإنها محمد سلطان بالفعل طبعا لهم إن كل التحية حداءة الأهرام حداءة الأهرام فبالفعل الأمور دي كلها حالان نيابيا شغالين فيها حنشوفها نوصل فيها وغاية فين وإن شاء الله أنا أتوقع إنها هنحقق فيها إنجاز كويس يفيد الناس ومعالي وزير المالية الوزير محمد المالية مش هتأخر بإذن الله فيه الملف ده وي الجزء الثالث بقى إنه فيه أعضاء مرفوعة أيوه لسه كنت أقول لك أحد الأعضاء لسه بعيتلي دلوقتي من السعودية بيقول إحنا رفعين قضية وبعتلي رقم المحامي بس ما عندناش وقت نكلمه للأسف وبيقول إنه برضي على نادي الزمالك أن ينتظر نتيجة القضاء ما هو أنا أنتظر بحندفع رامة ما حندين معادلة الصعبة للناس مش واخدوا لها منها طب لو دفع وخد حق حلو جدا عشان كده عملنا إقرار دلوقتي لأعضاء الجمعية العامية اللي هيدفع بهذا القسط الزهيد مش قسط كبير على فكرة خمسمائة جنيبة أي نوع حاجة آه بالضبط أنت عارف كل الأرقام ما إن شاء الله عليك يعني خلو أنت عايز نقع خامنا إيما أنت عافظ كل الأرقام لا لا أنا عصاني ما أقف الزمالك حافظه طيب آه 500 جنيه أنا دلوقتي شهرية ده مفروضة تدفع كل شهر على فكرة طب ما لفعتش المبلغ ده هتحسوا عليها رامة كبيرة صح طيب في الإقرار الموجود إيه إذا من خلال قضايا أو من خلال كافة الإجراءات اللي بيتأخذها المال يسترد المبلغ يسترد المبلغ دوت بأي شك مع إشكال بعض أو مع التجديد يتخاصر أو مع التجديد المهم ما هيرجع له المهم إنه هيرجع له في يوم الأيام صح فإحنا مش عايزينك ما تدفعش عشان ما تحسفها للقرامة لا لا 500 جنيه تخلينا نعمل مشكلة للنادي وليك بالظبط فمن فضلك يا عضو الجمعية العرومية لا سارع دلوقتي إنك تفي بهذا الالتزام ومن خلال أخوال المكتوب ده إذا نجحنا من خلال أضايا من خلال الأرقات الأخرى البرلمانية نجحنا في الكلام دوت هتسترد الجزء اللي دفعته ده كلام مهم جدا يا جماعة وده موضوع جالي عليه أكتر من مئة سؤال وعدد الأعضاء المتضررين أربعين ألف عضو ده في العندية كلها لعندكم بس من تلاتين أربعين من 2016 تخيل بقى في مصر بقى كم عضو لأنه هو المشكلة إنه القرار طلع من الوزير بأسر رجعي فأنا شايف إن أشكركم كبرلمانيين لأنك إنت برضي أنا في 2021 و جيت في 2025 طلعت القرار تدفعني ليه بأسر رجعي بس هو عشان برضي النقطة دي إيه يا صدرنا؟ أنا عايز بس الموضوع اللي أوليح للناس عشان هم ماشيين إزاي؟ هو القموة 2016 يا منفلاش بتبارع 2015 لكن هنا عصر رجعي لكن هنا يقولك إذا حصل هذا الخطأ فمش زنبنا ما ليش دعوة ما ليش دعوة وعايز أقول يا جماعة أن دي مخالفة من المخالفات التمانية واربعين اللي جمعتها اللجنة المشكلة وده مش ووضوعنا ولكن دعوة حق دولة ملف أه حق الدولة يازم نافي بيه والدولة برضو هتوف معانا شق نوطة أخيرة في هذا الموضوع برضو وبناشد فيها برضو السيد رئيس مامس الوزراء والسيد وزير المالية إن اشتراكات الأندية مش بس رفاهية اشتراكات الأندية هي حفاظا على الأسرة المصرية دي الوقت بيت كده كمال بيت بيت بفعل وبتحفظ وتحافظ على أدنائي من الانحراف فاحنا عايزين نبص لفكرة الاشتراك النادي بهذا المحمل إن انا ادعم فيه كدولة من خلال الجزء ده ونساهل من قيمة الاشتراكات حتى نحافظ ونحمي أدنائنا من الخارج وما سويش الأندية الشعبية زي هنيوبلس والسيد والجزيرة لان اللي دفع هناك ملايين يستطيع من يدفع ده مش هتفرق معها فيريد برضي في الضرائب يبقى فيه مرعاة لهذا البعد ممكن يكون في ناس مستلفين الفلوس أي كان يوبوا أعضاء في الزملك والأهلي صحيح خاصا مع انتشار الأفرع أي وده أنا ملف فتحته ما أكثر الأهلوية في نادي الزملك حاليا وما أكثر الزملكوية في النادي الأهلي لأنه قريب من بيتي فما عدت زي زي زمان عدد مصر قليل فالزملكوي بيروح للزملك ولا الأهلوي بيروح النادي الأهلي أي وأنا قلت ده قلت قاعد في مدينة نصر مرة أه وشاهد في مدينة نصر مرة وحصل خلاف كبير ما بين زملكوية وأهلوية أيوة في فرق الأهل في مدينة نصر وفي نادي الزملك حصل نفس الموضوع اللي أنا عايز أوصل حتى الناس تغير مفاهيمها يا دكتور أسام أني النهاردة أنا بشجع الزملك أو بشجع الأهلي النادي اللي قريب من بيتي إيه؟ أم رأيك ماذا بارك عشان كده أشكرك على عملية إيه؟ بالأسرة بتستثمر في أولادها صحيح ده موضوع مهم جدا وعشان كده احنا ختمنا به لأنه موضوع في الأهمية